اشتركوا في القناة لماذا يجب ان لا ننتظر مفاوضات احياء الاتفاق النووي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسرائيل التي عرفناها الى زوال وهي اليوم تواجه خطرا وجوديا هذا عنوان مقال للكاتب اليهودي الامريكي المنهاز لاسرائيل توماس فريدمان في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز اشار الى وجود عشرات المقالات التي تنشر كل يوم في الصحافتين العالمية وحتى بين مزدوجين الاسرائيلية لكتاب كثير وطبعا منهم الكثير من اليهود تؤكد هذه المقالات على ان اسرائيل كمشروع استيطاني هكذا يعبرون كمشروع استيطاني استعماري غربي في قلب العالم الاسلامي هذا المشروع قد انتهى وانها هذا يعني هذه اسرائيل لن تنجو كما يقولون بجرائمها التي ترتكبها ويقولون ولو توقفت دعم الامريكي الغربي عنها يوما يوما واحدا سوف تسقط يوما واحدا كما انها يعني اسرائيل جلبت الكراهية ليهود العالم وهذه الكراهية ستلاحقهم لعقود فاسرائيل كما يقولون انا هنا فقط انقل كيان انهش ولن تعيش بسلام بعد اليوم حتى تنهار وتنتهي هذا ليس كلامي هذا كلام الكاتب اليهودي الامريكي المنحاز لاسرائيل توماس فريدمان المصدر صحيفة نيويورك تايمز انتقده فريدمان في هذا المقال كما تلاحظون رئيس الوزراء لهذا الكيان بن يامين نتنياهو واتهمه باعطاء الاولوية لبقائه الشخصي على الامن القومي هو جاي دافع عن الكيان يعني هو يحب هذا الكيان يريد هذا الكيان ان يبقى يقول هذا اليهو يفضل وضعه الشخصي مصالحه الشخصية وهو متهم اتهامات كثيرة بالفساد كما يقول يفضل هذه المصالح على الامن القومي لهذا الكيان حذر توماس فريدمان وهو كاتب عمود عمود رأي بارز في صحيفة نيويورك تايمز حذر في مقالة ان اسرائيل التي عرفناها قد ولت واسرائيل اليوم في خطر وجودي وانتقد بشدة كل من القيادة الاسرائيلية وحتى الشخصيات السياسية الامريكية التي تدعم هذا الكيان والادارة الامريكية ايضا في طريقة التعاطي مع ما يسميها بالازمة الحالية فيما يتعلق بما يجري وكما تعلمون وكما قلنا سابقا ان هذا الرجل هو منحازن لهذا الكيان قال ان اسرائيل اصبحت في خطر اكبر من اي وقت مضى واشار الى ان من يسميهم بوكلاء ايران ويذكر اسامي بعض الفصائل وحتى ما يسميها بالميليشيات الشيعية في العراق بدأت تصعد من عملياتها بطريقة نوعية وبما يؤكد بما لا يقبل الشك بان هذا الكيان هو يمضي الى زوال وفق المعطيات الحالية ومن هذا في هذا الواقع يقول يتحدث عن التهديدات العسكرية او الخيارات العسكرية والدبلوماسية لهذا الكيان الصهيوني فيقول خياراته هذا الكيان العسكرية والدبلوماسية غير كافية لمواجهة هذه التهديدات فريدمان حذر من نشوء حرب على ثلاث جبهات غزة لبنان والضفة الغربية هذه غير جبهة ايران وغير جبهة اليمن وغير جبهة العراق وغير جبهة سوريا هنا يناقش بالتفاصيل التي هو يراها مناسبة فيما لو اندلعت هذه الحرب ايضا كما في غزة اندلعت في لبنان واندلعت في الضفة الغربية داخل فلسطين المحتلة يقول فان الصواريخ حزب الله تشكل الدقيقة تشكل خطرا شديدا على البنية التحتية الاسرائيلية واضافة ان حزب الله في لبنان على عكس حماس مسلح بصواريخ دقيقة يمكنه يعني يمكن هذا الحزب او يمكنه ويقول يمكنها يعني يمكنه الصواريخ تدمير مساحات واسعة من البنية التحتية لاسرائيل انتقد فريدمان بشدة رئيس الوزراء الاسرائيلي كما قلنا بن يامين نتنياهو وانتقد الشخصيات السياسية التي تجتمع معه والتي تؤيده ودعا الى مقاطعته دعا الشخصيات الامريكية الى مقاطعته والى فرض ضغوط كام كبيرة على هذا النتن ولتعامل نتنياهو مع هذه الازمة بطريقة تهدد بقاء هذا الكيان يقول فريدمان ان نتنياهو شوفت جملة باع روحه ليشكل حكومة مع متطرفين يهود يمينيين مسلطا من الضوء هو فريدمان على مناورات رئيس الوزراء الاسرائيلي السياسية المثيرة للجدل يناقشها بالتفصيل ويذكر اخطاءها ويذكر اخطاء السياسيين اللي في داخل الكيان الذين ايدوه من المتطرفين ويذكر السياسيين الامريكيين في الولايات المتحدة الامريكية عندما ادان فريدمان هؤلاء القادة والسياسيين الامريكيين بما في ذلك الرئيس بايدن وهذا الكلام قبل انسحاب بايدن من سباق الانتخابات هو تنبأ بان بايدن لن يسر لن يتمكن من مواصلة سباق الانتخابات بهذه الطريقة وانتقد ايضا الايباخ هذه المنظمة المعنية بالعلاقات الاسرائيلية الامريكية وانتقد اعضاء الكونغرس لفشلهم كما يقول في الاعتراف والتصدي لتطرف الحكومة الاسرائيلية الحالية وكتبه لم يتوصل الرئيس بايدن ولا اللوبي المؤيد لاسرائيل يعني ايباك ولا كثيرون في الكونغرس الى فهم مدى راديكالية يعني تطرف هذه الحكومة وصلت الضوء على القرار الاخير الذي اتخذه رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة مايك جونسن طبعا يسيطرون على هذا المجلس الجمهوريون وزملاء الجمهوريون بدعوة نتنياهو للتحدث كما لاحظتم امام جلسة مشتركة للكونغرس وبعض بعد هذا المقال انا لاحظت عدد من الاعضاء سيناتور اعضاء الكونغرس الجمهوريين اعلنوا عن انسحابهم عن هذه الجلسة وانهم لن يحضروها عندما يعني يتحدث فيها النتنياهو وايضا قال حتى هذه الخطوة هو سمعيد للكيان يقول تؤدي الى زرع الانقسام بين الديمقراطيين وتوجيه النافبين اليهود الامريكيين نحو دونالد ترامب واشار فريدمان الى انه تم وضع كبار الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب في الزاوية ووقعوا على الدعوة دعوة هذا الرجل ان يأتي الى مجلس النواب ليوقي كلامه خطابه منتقدا المناورات السياسية وراء هذه الدعوة وكتب يقول لقد احدث الكثير من الضرر بالفعل ومعربا عن اسفه لعياب المسائلة والوعي بين القادة الامريكيين احبائي هذا مقال هناك عدة مقالات في هذه تصب في نفس الزاوية هناك تقارير كثيرة يتم نشرها اخيرا حتى داخل الكيان المؤقت تتحدث عن ان هذا الكيان بعد عملية طفان الاخصى وبعد طريقة الرد التي يقوم بها هذا الكيان على عملية طفان الاخصى وحتى الدول العربية التي يعني هي ساكتة عن هذه المجازر وبعضها اصلا متواطئ كل ذلك في المحصلة يضر بهذا الكيان ويؤدي الى زواله ويقولون دائما كما يقول فريدمان هذه اسرائيل التي عرفناها سابقا بانها القوة الاولى في المنطقة في الشرق الاوسط تحديدا تملك اليد الطولة هي الطفل المدلل للغرب للولايات المتحدة للأوربيين هي القاعدة الرئيسية المتقدمة لحفظ المصالح الغربية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هذه ما عادت تفي بالغرض اصبحت عبئا على مصالح الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية فما هو المطلوب ما هو المطلوب يعني كيف هم يكتبون من هذا المنطلق يكتبون من منطلق كيف نحافظ على هذا الكيان من ان يزول لانه بزوال هذا الكيان ستزول كيانات اخرى في المنطقة ايضا كارتونية الكثير من الكيانات التي اوجدت في المنطقة قبيلة قبيلة تحديدا تأسيس هذا الكيان المؤقت هي كيانات مؤقتة انما هي جيئة بها وزرعت في عالمنا في منطقتنا من اجل ان تهيئ لظهور هذا الكيان ويصبح الجميع في خدمة المصالح الامريكية والغربية وعموما الرئيس مالية صلط هؤلاء الكتاب والمفكرون معاهد معاهد كثيرة صلطوا الضوء مؤخرا ايضا على حجم وتزايد حجم الهجرة العكسية خارج فلسطين المحتلة وبعضهم تحدث بكل صراحة بعضهم يقول اليهود الذين اضطهدوا في الغرب في اوروبا تحديدا جاءوا الى فلسطين المحتلة يقولون فلسطين المحتلة لا يتحدثون الان عن ارض الميعاد كما في السابق من اجل الحفاء يعني بحثا عن الامن والاستثمار والاختصاد هذا ديدنا وبحثا عن هذا الامن الان ما عاد موجود وهذا ما عاد موجودا ليس فقط بسبب من يسموا يعني من تطلق عليهم البقالات والتقارير بانهم ميليشيات او اذروا ايران في المنطقة بل وحتى ايران لا 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 هذه تؤشر على الخلل لكن يقولون الخلل هو في الداخل الان اوروبا امنة بالنسبة لهؤلاء الغرب امن بالنسبة الى هؤلاء حتى مصالحهم الاقتصادية في تنامي في داخل الغرب في الولايات المتحدة وعموم الدول الاوروبية فبإمكانهم ان يعودوا الى هنا وينهوا هذا الموضوع وينتهي هذا الصراع اولئك الذين ذغبوها الى فلسطين المحتلة واصبحوا مستوطنين ولكل مقاب المقال بالفرس يقولون شو بخدا سيدونا داراد يعني الله من يضرب يضرب بعصى ليس لها صوت والحاخمات اليهود في منظمة ناتوري كارتا يقولون هذا الكيان يزول من الداخل لمعجزة الهية فترقبوه لماذا يجب ان لا ننتظر مفاوضات احياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية هذا السؤال دائما يطرح هذه الايام في وسائل الاعلام وفي مراكز الابحاث وغرف العمليات الفكرية في الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا ايضا في الكيان المحتل كيان الاحتلال لأنهم دائما يفكرون بنتائج هذه المفاوضات النووية طبعا يجب ان نسجل ملاحظة مهمة جدا وهي ان ايران دائما على الطاولة الولايات المتحدة الامريكية هي التي انسحبت من مفاوضات الاتفاق النووي بل انسحبت من الاتفاق النووي 2018 عندما كان الرئيس الامريكي آنذاك ترامب الآن هو يتوسل مرة اخرى كما فعل بالسابق للعودة الى هذا الاتفاق وقال قبل ايام في احدى حملاته الانتخابية التي تتكرر بعد ان اعلن عن ترشيحه رسميا باسم الحزب الجمهوري اعلن قال هو كان ينتقد يعني الحكومة الحالية ادارة الامريكية قال بانها تعاطت مع الملف الايراني بطريقة الخاطئة لكنني ان اذا فست في الانتخابات الرئاسية الامريكية وهو يجزم بانه سيفوز ساتعامل مع ايران يعني ساجري مع ايران مفاوضات للتوصل الى حل وتحدث بشكل اكثر وضوحا عن رغبته في حل كل هذه الازمات التي تعيشها المنطقة والعالم تحديدا بطريقة سلمية يعني هو يتحدث عن عدم التصادم يريد ان يطوي الصفحة السوداء التي فتحها مو بس لانه انسحب من الاتفاق النووي بل ايضا لانه قام بعملية جنائية بعملية ارهابية كبيرة عندما اختال قادة النصر بالمناسبة ايران ايضا يعني قبل ايام اه القضاء الايراني اعلن عن توجيه الاتهام بشكل رسمي مرة اخرى اه للرئيس الامريكي السابق اه ترامب والى وزير خارجيته انا ذاك مايك بومبيو ومع عدد من المسؤولين الامريكيين منهم المجموعة تقريبا نستطيع ان نقول انهم 73 من المتهمين اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية اصغر جهانجير صدور لائحة اتهام بحق 73 من المتهمين في قضية استشهاد قائد القلوب من بينهم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وستعقد المحاكمة الجنائية في 7 سبتمبر ايلول المقبل وذكر المسؤول الايراني ان نحو 3300 من الايرانيين الاشخاص قدموا شكوى خاصة بهذا الخصوص قدم شكوى خاصة امام القضاء ممكن ان تناقش مثل هذه الامور وطبعا هذا جاء ايضا للتأكيد مرة اخرى على ان ما قيل عن محاولة اختيال الرئيس الامريكي السابق اترامب والاتهامات التي وجهت الى ايران هي كلها عارية عن الصحيح لايران تنفيها جملة وتفصيلة وايران تؤكد دائما ننقل نحن هنا كصحفيين استقصائيين انها تلاحق الجنات في قضية استشهاد قادة النصر لكن عن طريق القنوات الرسمية والقضاء بشكل خاص هذا يعتبر واحدة من الاسباب التي قد تعرقل العودة قد تعرقل العودة الى الاتفاق النووي ايران تفاوض ايران تدخل في نقاش ايران تحاور لكن ايران لا تقدم تنازلات ايران لديها مبدأ حتى في قضية حق الارش الذي يسبيه الكويتيون والسعوديون وحتى العراق له حق في هذا الحقل يسمونه بحق الدرة الايرانيون قبل يومين ثلاثة ايضا اطلقوا رغبتهم في حل هذا النزاع حول حق الدرة او حق الارش وفق معادلة رابح رابح كما فعلوا في مفاوضات الاتفاق النووي التي ابرم هذا الاتفاق في العام 2015 وفق نظرية اربح اربح رابح رابح هم ايضا يبقون على هذه المعادلة عندما كان الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي حيا وابراهيم رئيسي رحمه الله والطاقم الذي يرافقه هكذا يعرفون لدى الغربي بانهم اصوليون متشددون متطرفون كما تصفهم بعض وسائل الاعلام هكذا يحلو لهم ان يصفوهم لكنه لم يعني لم يترك المفاوضات ترك الباب مواربا امام المفاوضات الى اليوم الاخير من حياته بل حتى في الفترة الانتقالية قبل الانتخابات وبعد استشهاد الشهيد سيد ابراهيم رئيسي كانت هناك جهود نشطة شاركت فيها ايران بوساطة من سلطنة عمان لتنشيط خطة العمل الشامل المشتركة التي تسمى مجازا بالاتفاق النووي والتي يسميها الايرانيون شوفوا الدقة المفاوضات بمفاوضات رفع العقوبات لانه هذه العقوبات هي جائرة هذه العقوبات هي ليست قانونية لا يحق للولايات المتحدة الامريكية التي انسحبت هي من الاتفاق النووي ان تفرض مثل هذه العقوبات الرئيس المنتخب الذي اصبح رئيسا ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني الجديد السيد مسعود بيزيشيان وعد إلى جانب كبير الشخصيات التي عينها لادارة المرحلة الانتقالية وتعيين شكل الحكومة وزير الخارجية الاسبق عنذاك الدكتور محمد جواز ظريف الذي قاد المفاوضات النووية وعد في حملاته الانتخابية بل وحتى بعد ان انتخب في مقال لافت نشرته له باللغة الانجليزية صحيفة طهران تايمز وعد بحوار بناء مع العالم وخاصة العالم الغربي وعد ببذل جهد لرفع العقوبات الناجمة عن البرنامج النووي واكد بانه هو منفتح على مفاوضات جدية لانهاء هذه الازمة لكن بعد اسبوع من فوزه شوف الامريكان لا يمكن الوثوق بهم مع كل الاسف مع كل ذلك ايران منفتحة بعد اقل من اسبوع من فوز بيزيشكيان في الانتخابات يجي يطلع عنا جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة الامريكية ويرد على اسئلة الصحفيين بحزم كما تصفوه الوسائل الاعلام ان وصول الرئيس الجديد الى طهران لن يكون سهلا في تغيير نهج واشنطن تجاه ايران ومن وجه التظر الولايات المتحدة لا تزال كما يقول او كما يزعم الجمهورية الاسلامية هي نفس الفاعل الذي يدعم كما يزعم روسيا لاستهداف اوكرانيا كما يقول وجماعات تدعم يعني ايران جماعات مثل حماس وحزب الله للقيام بانشطة يصفها بالارهابية ودعم الحوثيين في اليمن لمهاجمة السفن في البحر الاحمر كما يقول جون كيربي طبعا هذه التصريحات هي لا تساعد في ايجاد يعني اجواء سليمة للعودة الى الاتفاق النووي خصوصا وان مثل هذه التصريحات ايضا تأتي وان ايران اكدت مرة اخرى على لسان وزير الخارجية بالانابة بالوكالة السيد باقري كني علي باقري كني الذي قال ان هذا الحوار لا يزال قائما وان مفاوضات مسقط عمان مسقط في عمان هي جارية ربما تتوقف لكن الباب مفتوح او تتوقف يعني المؤقت فيأتي المتحدث مرة اخرى جون كيربي يقول لا 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 نحن لا نجري مثل هذه المفاوضات مع انها موجودة ايدها العمانيون ايدها العمانيون في تصريحات رسمية عموما ايضا لهذا يعني ان هناك قضايا داخلية داخل الولايات المتحدة الامريكية هي التي تعرقل التوصل او العودة الى مفاوضات الاتفاق النووي اذا فان ادارة جو بايدن هي على مفترق طرق الادارة الامريكية عموما امام الانتخابات يجي ترامب تيجي كاميلا ماذا هل ستجري الانتخابات الوضع في داخل الولايات المتحدة الامريكية غير مشجع تماما على الحديث على الاقل عن عودة وشيكة للمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني لكن مع كل ذلك نقول ان ايران تفتح صدرها امام مفاوضات مع كل من يتولى الادارة في الولايات المتحدة الامريكية لكنهم بالتأكيد لا يريدون ان يكرروا التجربة مع ترامب يعني والله بكيفك انت توقع اتفاق وبكيفك انت تجي تنسحب منها لذلك اقول فان الايرانيين يفعلون ما يعتقدون بانه صحيح كلا للفترة المقبلة هم ملتزمون بحل سلمي لقضية الاتفاق النووي لكن هذا لا يمنع من حديثهم مرة اخرى عما يسمونها بامكانية تغيير عقيدتهم النووية وعلى هذا الاساس اعتقد اننا يجب ان ننتظر نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية لكن من المؤكد القول ان الضغط كثيرا على ايران لن يجعل ايران تستسلم ولن يجعل ايران تغير في مسارها اما الاتفاق على نظرية رابح رابح او يتم بالفعل الاتجاه نحو تغيير عقيدتها النووية ولكل مقام المقال الرئيس الايراني بريسترويكا والقلاس نوست بالتأكيد تعرفون ما معنى البروسترويكا والقلاس نوست الاولى يعني اعادة الهيكلة والثانية الشفافية وهذان قراران انهي الاتحاد السوفيتي السابق لا اريد ان اعود كثيرا الى الماضي لكن فقط اذكركم بما فعله الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية مع الاتحاد السوفيتي السابق وما يتوقعه الغرب وما كان يتوقعه الغرب من ايران عندما جاء الرئيس الايراني الاصلاحي السيد محمد خاتبي والان ما يريدون او ما يريدون ان يعتقدوا بانهم يتوقعونه من الرئيس الايراني الجديد السيد مسعود بسشكيان يعني يريدون تغيير النظام لهذا تشوفوا في المحور السابق قلنا بانه الامريكان يقولون لا هذا الرئيس ما يقدر يسوي شيء يعني يغير يمشي غير هو المطلوب هو المطلوب او الذي يتمنونه من الرئيس الايراني ما كانوا قد فعلوه مع الاتحاد السوفيتي السابق عندما روجوا الى ما سمي انا ذاك بالغزو الثقافي الذي حذر منه الامام الخميني كثيرا الامام الخميني حذر من مقولة الغزو الثقافي الغربي والغزو الثقافي الغربي في الاتحاد السوفيتي السابق لخص بامور بسيطة مطعم ماك دونالد الهامبرغر يعني موسيقى الروك اندرول والجينز اللباس الغربي هاي الثقافة الغربية هكذا وهذه بالمناسبة هذا هو المشروع الهامبرغر هذا مشروع قدمه مستشار الامن القومي الامريكي انا ذاك بريجينيسكي قبل ان يصبح مستشار للرئيس الامريكي السابق انا ذاك يعني الرئيس الاسبق جيمي كارتر هو اقترح هذه الفكرة فاعجبه بالفكرة جيمي كارتر وجابه خلى مستشار الامن القومي وكتب كتب في هذا الموضوع كتب كثيرة يعني ينبغي ان دائما نراجحها بكل صراحة نراجع كتب بريجينيسكي ولنفهم ماذا فعل هذا الرجل في الخط حول تصوير المنطقة وحول كيفية اعادة او الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة الامريكية في العالم لكي تبقى دائما هي المهيمنة على ما اصبح يسميه بالقوس الاوراسي يعني اوروبا وآسيا تمهيدا لاسقاط الاتحاد السوفيتي الذي سقط بالفعل اقول ان هذا الامر يعني مثلا هذه معلومة مطعم ماكدونالد بموسكو استقبل يوم افتتاعه سنة 1990 اذكروا بشوك السقط الاتحاد السوفيتي اكثر من 30 الف زبون وحقق رقما قياسيا تاريخيا لا تتعجبون احبائي من هذا الكلام الغزو الثقافي الغربي هكذا يدخل اسقاط الدول من الداخل بطرق مختلفة والتركيز هو على الترويج الثقافة الغربية انهيار القيم الاخلاقية تدمير القيم الاخلاقية البدء بالاقتصاد والمرور بالاخلاق البدء بالاخلاق المرور بالاقتصاد هو شنو اعادة الهيكل والشفافية الهيكل الاقتصادي يعني هذه كلها افخاخ يصنعها الغرب ولدول مثل الاتحاد السوفيتي ولدول مثل دولنا ايضا الان الرئيس الروسي فلادمير بوتر انتبه الى هذا الموضوع لكن مع كل ذلك الولايات المتحدة الامريكية خلاص اصبح لديها نفوث ثقافي غربي في هذه المنطقة و واحدة ايضا اللي احنا نعانيها في بلداننا بشكل اساسي في قضية الغزو الثقافي الغربي تنص على مقولة صناعة التافهين والترويج لهم شوف انت في محطاتك الاعلامية في التوك توك في وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى شوف كيف يجري صناعة التافهين و كيف يجري الترويج لنظام التفاهة هذا يريدون من خلاله اسقاط الانظمة هل سهل شوية مقدمة رح تزايد فيما يتعلق بالجمهورية الاسلامية فيما يتعلق بالجمهورية الاسلامية انا استطيع ان اجزم من خلال متابعاتي ان بداية الرئيس الايراني السيد مسعود بيزكشيان بداية موفقة وبعدها مستلم وبعدها معين مختار يعني معين الحكومة ماتية بعد ايام يعلنها عن هذا الموضوع لكن لاحظتم الملاحظة المهمة جدا هو نفسه بدأ يتحدث يقول امام انصارهم وايدي قالهم لا تكبروني بحي لا صدق انا فتشي بالنص 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 الترجمة سهلة اترجم لكم اياها يقولون لا تخلون تكبروني وتتوق على اساس عن نفسي فالشي لا لا انا انسان لا استطيع ان افعل شيء الا بدعمكم وانا بدعم المجلس وانا بدعم كل المؤسسات الموجودة في الجمهورية الاسلامية القائد الولي الفقيق السيد اية الله العظمى علي خامنئي كما يفعل دائما مع بداية تنفيذ حكم كل رئيس يؤلن حتى قبل قبل تنفيذ المراسم مراسم تنفيذ يعني يعني تعيين تنصيب رئيس تنفيذا لرأي الجمهور هذا المزج بين الجمهورية والاسلامية اعلن انه يدعم السيد بزيكشيان طبعا في داخل الجمهور الاسلامية هناك جدل وبين يعني من يسمونهم بالاصولين ومن يسمونهم بالاصلاحيين السعنة حتى نكون محايدين ما ننحاز لهذه الفئة ولا تلك الفئة باعتبارنا نستقصي ونصف الاشياء هناك دائرة ربما ربما كانت تريد ان تفعل ذلك في السنوات السابقة لكنها فشلة هذه الحلقة من الاصلاحيين تدثرت بعباءة الرئيس الاصلاحي السيد محمد خاتمي وكانت تطالب بالاصلاحات وفق الدستور لان السيد خاتمي كان يقول اصلاحات وفق الدستور يعني تطبيق الدستور حقيقة الدستور الايراني فيه الفقرات لو طبقت بشكل جيد لا ايران وضح يتطور ايجابيا اكثر خاصة في موضوع من يسمونهم بالاقليات والقوميات مواد دستورية طبقها اضطلت في فترة من الفترات بسبب ظروف الحرب التي شنها صدام بسبب العداء الامريكي لايران الوضع الامني اللي تريد يعني دائما من ايران ان تعيش في ازمات اقول هذه الحلقة التي كانت تحلم بان يحصل تغيير داخل نظام الجمهورية الاسلامية فشلت وشاف اي رئيس هو يجي يجب اول ما يقسم يعني من يؤدي يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان يقسم يقسم على الحفاظ على الجمهورية الاسلامية وعلى الدستور وان يكون حارس لهذا الدستور هذا الدستور ينص على نظام يقوم على اساس ولاية الفقه فما يعني يعني غلاس نوست مع هاي الشفافية الشفافية ان تطبق الدستور اما والله ان تطيد اعادة هيكلي يعني اسقاط النظام هذا عشم ابليس بالجنة اقول الاصوليون يقولون بان في صحفهم طبعا يقولون بان السيد القائد آية الله علي خامنئي نصح الرئيس المنتخب بان يعني يلتزم بالدستور وان يفعل كذا وكذا واستطيع نقول هكذا الصحف الاصولية قرأت تصريحات السيد خامنئي الاخيرة فيما يتعلق بما يسمى بالدعم بان ليست دعما وانما توجيه وارشاد طبيعي وفعلا يعني هذا انا اميل الى هذا التفسير كما حاولت ابراز الجوانب التي يؤكد فيها السيد القائد على ضرورة ان يختار الرئيس الجديد مسؤولين متدينين وثوريين ان خير من استأجرت القوي الامين كما ذهبت الى ذلك صحيفة جوان التي توصف بانها مقربة من الحرس الثوري الثوريين القلابين يعني الملتزمين بالثورة الاسلامية ونهجها الذي يؤكد على دعم المستضعفين ويؤكد على حماية المستضعفين خاصة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني طبعا وفق المادة 154 التي ايضا تجمع بضرافة وببراعة بين دعم المستضعفين وعدم التدخل لا في شؤون المستضعفين والحركات التي تدعم من قبل ايران ولا في شؤون الدول التي يتواجد فيها هؤلاء المستضعفون واما الصحف التي تميل الى الاصلاح او الاصلاحية فهي طبعا تؤكد باستمرار بان موقف السيد القائد هالإيام تحديدا على السيد القائد على دعم الحكومة المقبلة هذا من شأنه ان يسهل الكثير من مهام الرئيس المقبل في تنفيذ برامجه التي وعد بها في الانتخابات ونؤكد مرة اخرى ان الرئيس وهو الشخص الثاني في البلاد هو ينفذ ينفذ تفاصيل هو يضعها عن السياسات العامة الداخلية والخارجية التي يضعها الولي الفقيق بالتعاون وبالاستعانة بمجمع تشخيص مصلحة النظام وطبعا كما تعرفون مؤسسات اخرى مثل المجلس العلال الامن القوم الايراني الذي يرأسه الرئيس نفسه يعني الرئيس مؤثر يعني الرئيس يستطيع ان يفعل الشيء الكثير لكن تحت سقف نظام الجمهورية الاسلامية وروحوا انتو اضربوا رؤوسكم بالحائط الذين تفكرون او تتوقعون او تأملون ان يصبح الرئيس الايراني كما الرئيس الروسي السوفيتي السابق غرباتشوف عمد سابق اللہ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة